25 يناير عيد الشرطة المجيد نعم كل سنة وحضراتكو طيبين يا أبطال طبعا هنحتفل النهاردة ونحتفل بكرة ونحتفل بعده لحد يوم الجمعة يعني معنا احتفالات من هنا لحد يوم الجمعة 25 يناير بكرة طبعا الاحتفال السيد الرئيس غدا عبدالفتاح السيسي يشهد الاحتفال سيكرم السيد الرئيس أسر شهداء الشرطة الأبطال أيضا سيكرم الرئيس عدد من أبطال الشرطة الموجودين في الخدمة عن مختلف الفئات من الأفراد إلى عدد من القيادات سيلقي السيد الرئيس غدا كلمة أيضا إلى الأمة في هذه المناسبة الوطنية وهذا العيد الذي تحتفل به مصر سنويا منذ عام 52 عندما قام رجال الشرطة في الإسماعيلية واستشهد عدد كبير من رجال الشرطة ورفضوا أن يستسلموا لقوات الاحتلال الإنجليزي ودفعوا عن المدينة الباسلة ودفعوا عن مدرية الأمن ودفعوا عن مواقع بتاعتهم ورفض رجال الشرطة الاستسلام ومنذ هذا التاريخ أصبح 25 يناير هو عيد الشرطة كل سنة نحتفل بهذه المناسبة السعيدة كل سنة وحضراتكم طيبين حولوا في 25 يناير و28 يناير يتمسوا هذا التاريخ ولما بقول حولوا أعني اللي حولوا وقرروا في هذا اليوم أننا ننزل عشان نكسر الداخلية ونوقع الداخلية ويريتها كانت الداخلية وبس ده هم كانوا عايزين يكسروا البلد ويضمروا البلد وحولوا والداخلية رجعت الحمد لله